مرحبا يا شباب ومرحبا يا صبايا كيف كون؟ شو أخبار كون؟ مبسوطين؟ شو عم تعملوا؟ شو عم تساووا؟ إن شاء الله كل شي بخير بتمنى لكم يوم حلو وين ما كنتوا بهذا العالم هاي الحلقة قررت إنه بلش فكرة جيدة أو ضيف فكرة جيدة للبودكاست والباتريوم بيج هاي الفكرة اسمها آراء وتعليقات يعني رح بلش أحكي عن آرائي وأفكاري عن مواضيع يلي أنا بحبه وبحب أحكي عنها وطبعا مثل عادة إذا بدكن الترانسكيبت لهاي الحلقة ولكل الحلقات اللي أنا ساويتها وشكرا كتير لكل الأشخاص يلي دعموني واشتركوا بصفحته وخلينا نبلش اليوم بهاي الحلقة رح أحكي عن موضوع جديد هذا الموضوع هو موضوع العلاقات وبشكل خاص العلاقات الرومانسية يعني العلاقة بين الرجال والبنت بالوقت الحالي في عام 2023 وكمان بدي أحكي لكم ليش معظم الشباب والبنات هلأ عزابيين أول شي بدي أقوله إنه العلاقات هلأ صارت كتير سطحية ومش عميقة يعني مثلا إذا لاحظتوا إنه هلأ نظام المواعدة صار كتير مختلف بالمقارنة مع نظام المواعدة قبل ظهور الإنترنت أنا برأيي الشخصي بفكر إنه نحن هلأ عايشين بعصر الخيارات الغير نهائية يعني الشاب والبنت عندهم خيارات كتير ليختاروا الشخص المناسب وهذا بسبب طريقة مقابلة الناس اتغيرت يعني معظم الناس هلأ بيتقابلوا عن طريق التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي مثل تندر، إنستجرام، فيسبوك، تيك توك وغيراتهم ومشان هيك لما الشاب بيقابل البنت مرة ومرتين بيبلش يفكر إنه بلك في شيء أحسن لإله وبيقول لحاله خليني استنى ودور كمان نفس الشي مع البنت لما بتقرر توعد شخص هي كمان راح تفكر إنه هذا الشخص مبين منيح وممتاز بس بلك في أحسن وهي هي المشكلة يلي نحنا هلأ عايشين فيها يلي اسمها حالة الخيار الوهمي يعني تعدد الخيارات وبسبب تعدد الخيارات نحنا بنظل حاطين أمل إنه راح نقابل الشخص المثالي يوماً ما بالمستقبل بفكر نحنا هلأ ماشيين بطريق كتير خطير وشوي شوي عم نخسر حس أو فن الاتصال مع الناس وعم نخسر كمان كيف نتصل بشكل عميق وعاطفياً وفكرياً مع الأشخاص هذا الشي بسبب حالة الخيار الوهمي يلي نحنا عم نعيش فيها وبتحطنا بوضع كتير مشوش ومتوتر وبتخلينا ما نقرر شو الخيار الأحسن والوقت بيمشي وسنة بتروح ونحنا لسه عم نستنى بل كيفي أحسن وسنتين بيروحوا ونحنا لسه عم نستنى بل كيفي أحسن وعشر سنين بيروحوا ونحنا لسه عم نستنى بل كيفي أحسن لحتى بنكتشف إنو نحنا كنا عايشين بوهم وبنظل عزابية ممتاز يا شباب ويا صبايا بتمنى عجبتكن الحلقة وطبعا إذا بدكن الترانسكيبت كما قلت قلت يمكنك فقط تذهب إلى باترمي ويمكنك فقط ترى كل ما قلت بل كيفي أحسن بل كيفي أحسن سأراكم في القناة الابسود راح شوفكم بالحلقة الجاية ومن تهية